بادر فنان تركي بتثبيت 440 زوجا من الاحذية ذات الكعب العالي بنظام على جدران مبنى بوسط مدينة اسطنبول في محاولة لمواجهة ظاهرة العنف الاسري في تركيا لنشاهد معا 440 زوجا من الاحذية ذات الكعب العالي ثبتت بنظام على جدران مبنى بوسط مدينة اسطنبول في محاولة لمواجهة ظاهرة العنف الاسري في تركيا هذا العمل الفني هو من افكار الفنان التركي وحيتون اما هذا العدد فهو تأبين ل 440 سيدة قتلنا في تركيا في عام 2018 طالما ان الجميع يلتزمون الصمت فستزداد معدلات العنف ضد النساء لا يقتصر هذا على قتل النساء وحسب وانما يشملوا قمعهم واسكاتهم ايضا كما ان النساء يعانين من كونهن لا يحصلن على حقوقهن الاساسية يجب ان لنطل صامتين اكثر من ذلك يجب ان نتكلم وفكرة العمل الفني ستلهمات من تقليد قديم الاتراك يضعون في حذاء الميت على عتبة المنزل ووضع هذا العمل في مكان مكشوف على مساحة تقدر بمائتين وستين مترا مربعا وقالتنا الذي يسعى لتوعية بضحايا العنف الاسري من السيدات انه يعتقد ان عملا فنيا كهذا سيكون له تأثير على الناس عندما يشاهدونه للمرة الاولى وسيدفعهم للتفكير في المشكلة وقتلت نحو 440 سيدتنا في اسطنبول في عام 2018 بحسب تقرير نشرت منصة تركية تحت اسم سنوقف قتل النساء تعمل على تسجيل حالة قتل السيدات في تركيا وقالت المنصة ان 49 امرأة قتل على يد رجال في شهر اغسطس اب فقط عام 2019